اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل الحقل في الحلقة السابقة اتكلمنا مع بعض عن الزراعة العضوية والزراعة المستدامة وعرفنا ايه هي الزراعة العضوية وتعريفها لما قلنا ان الزراعة العضوية هي ان الزراعة اللي بتتم باستخدام المواد العضوية ولا يتم استخدام فيها اي نوع من انواع المبيدات او المركبات الكماوية سواء كان المركب الكماوي ده كان كماوي او سماد سواء كان نطارتنا شادر او يوريا 46 او بقيت الاسمدة وبعد كده اتكلمنا عملنا مقارنة ما بين الزراعة العضوية والزراعة المستدامة وقلنا ان وجبنا الفروق اللي هي بتتم والحاجات المسموح بيها ما بين الزراعة العضوية والزراعة المستدامة وتكلمنا عن التسميد الحيوي وعرفنا ان التسميد الحيوي ان هو اضافة الكائنات الحية الدقيقة اللي بتقوم بتيسير العناصر الغذائية في الطربة ليستطيع النبات استخدامها والاستفادة منها كأن انا ضفت له سماد بالزبط ومن امثلة التسميد الحيوي اتكلمنا عن الازوت وباكتر وتكلمنا عن العقادين اللي هو بيتحط لبزور المحاصيل البقولية اللي انا بزراحها في الارض الاول مرة اللي بتقوم بامتصاص نيتروجيني الجوي وتزبيده في الطربة في صورة ازوت بيستفيد منه المحصول المنزرع وكذلك تحسين خواص الطربة او برضو اتكلمنا عن نوع البكتيريا اللي خاصة بالمحاصيل النجلية وباية المحاصيل النهاردة مع حضراتكم هنتكلم عن حاجة اسمها التسميد العضوي ايه هو التسميد العضوي اللي هو الكمبوست يعني ايه كومبوست احنا في نهاية الحلقة اللي فاتت تتكلمنا عطينا نبزة سريعة عليه لكن النهاردة هنتكلم عنه باستفادة في التعريف وكيفية إنتاج الكمبوست الكمبوست معنا تعالي نشوف التعريف بتاعه هو السماد العضوي الناتج من التحلل الهوائي للمخلفات العضوية النباتية بقايا المحاصيل الزراعية الجفة والخضراء وتقليم الأشجار وغيرها أو المخلفات العضوية الحيوانية وهو السماد البلدي وسبلة الخيل وزارة الدواجن وغيرها أو خلطهما معا مع بعض الإضافات الأخرى إيه هي الإضافات الأخرى؟ أن أنا ممكن أضيف بعض الصخور الطبيعية زي الفلسبار علشان يوفر لي العناصر الثانية ويكون السماد عندي غني فهنا في تعريف الكمبوس معنا هو تحلل الهوائي للمخلفات العضوية يعني أنا عندي دلوقتي ناتج من المخلفات العضوية المزرعة عندي سواء كان تقليم أو حطب قطنة أو حطب درة أو أشروز ممكن في آخر المزرعة في مكان معد أو أخصصه لذلك أن أنا أعملها مكمورة كومبوس والكمبوس بيتم إنتاجه من خلال عملية القمر الهوائي يعني إيه قمر هوائي؟ يعني أنا بخلط المكونات مع بعضيها وبوضف لها بعض الإضافات هنعرفها مع بعض شوية أي هي الإضافات ديت وهنقوم بتندية الكومة ديت وأسيبها تتفاعل وتتخمر بفعل الكائنات الحية الدقيقة اللي هي تحلل المادة العضوية الموجودة في الكومة بتحتي وزي ما عارفنا أن الكومة بتاعتها تتكون من بقية المحاصيل الجافة أو الخضرة أو تقليم الأشجار أو المخلفات العضوية السماد البلدي اللي هو السبخ وسبلة الخيل وزراء الدواجم تعالوا نشوف مع بعض ده شكل الكمبوس الشكل النهائي بعد عملية التحلل والتخمر اللي هي تمت للمواد والمخلفات العضوية اللي موجودة عندي في المزرعة فبيكون في النهاية ده شكل الكمبوس زي ما هو واضح معانا إيه في الصورة نيجي بعد كده في عملية القمر إيه هي عملية القمر نعرفها مع بعض ونشوفها هي عملية حيوية يحدث بها تحلل هوائي للمواد العضوية الأولية عن طريق التمثيل الغذائي للعديد من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالكومة والتي تتغزع المواد الكربوهايدراتية والنيتروجينية الموجودة بها يعني زي احنا ما قلنا الكومة عندنا هنجهزها وهنعدها وهنرطبها بالمية وهنسيبها ايه في الهوى للكائنات الحية الدقيقة إنها تشتغل بقى وتقوم بدورها وتحلل لي ايه الكومة بتاعتي علشان أوصل بالنتيجة ايه المرجوة بتاعي واحصل على الكمبوسة ايه اللازم تعالوا نشوف مع بعضي شكل المكمورة بتاعتي لما بدأت الكائنات الحية تتفاعل أو تحلل المادة العضوية بتاعتي اللي هي موجودة في الكومة سواء كانت مخلفات نباتية مع المخلفات المزرعة زي سبلة الدواجن أو السماد البلدي فبدأت ينتج عنها عملية حرارة وتصاعد للأبخرة يعني زي ما حضراتكم شايفين في الكومة ديه إن البخار بيتصاعد والأدخنة تتصاعد من الكومة ده نتيجة إن البكتيريا بدأت تشتغل بدأت تحلل المادة العضوية اللي هي موجودة عندي في الكومة بتاعتي نيجي بعد كده كيفية انتاج طن كومبوسة بنظام القمر الهوائي لمخلفات المزرعة نباتية وحيوانية أنا عندي مزرعة دلوقت عايز أنتج طن كومبوسة من المخلفات النباتية والحيوانية عندي إيه المخلفات النباتية؟ التفانة دي مخلفات جافة أو خضرة نواتيك تقليم أو بقايا محصول لصابق زي أرش الرزة حطب القطنة حطب الضرة زي دي المخلفات الحيوانية اللي هو يقولنا إيه السماد البلدي سبلة الدواجن زرق الطيور تعالوا نشوفوا مع بعض الكمية بقى كل 1650 كيلو جرام مخلفات مزرعية بعد إجراء عملية الكمر الهوائي تنتج طن كومبوسة ناضج يعني أنا لما هوزن كمية المخلفات اللي هي موجودة عندي اللي أنا هعملها كومبوسة أو هحولها لكمبوسة هوزن 1650 كيلو جرام مخلفات اللي 1650 كيلو جرام مخلفات هيديني طن كومبوسة بعد عملية الكمر الهوائي إحنا قلنا كل 1650 كيلو جرام مخلفات مزرعية بعد إجراء عملية الكمر الهوائي تنتج طن كومبوسة ناضج يعني الطن بيساوي كمية الطن بقى أنا دلوقت الطن كده واخده وزن ولكن أنا مش هاوزن إيه الكمبوسة عندي في المزرعة هبدأ أستخدم له الحجم الحجم بتاعه هيساوي إيه قال لك الطن بيساوي من 1.5 إلى 2 متر مكعب سماد ناضج أو مخلفات إيه ناضجة وذلك باستخدام 750 كيلو جرام مخلفات حقلية جفة مفرومة وحوالي 500 كيلو جرام سبلة إنتاج حيواني ومخلفات نباتية بقولية خضراء 100 كيلو سبلة الدواجن 250 كيلو تربة زراعية خصبة 50 كيلو يعني أنا كده الكمبتاحت اللي هما 1650 كيلو جرام اتقسمت كالآتي 750 كيلو جرام مخلفات حقلية جفة مفرومة و500 كيلو جرام سبلة إنتاج حيواني ومخلفات نباتية بقولية خضراء 100 كيلو جرام وتسبلة دواجن 250 كيلو جرام وتربة زراعية خصبة 50 كيلو جرام ايه هي المخلفات النباتية البقولية الخضراء زي البرسيم ده بقايا البرسيم ده نبات بقولي فأنا هاخده استخدمه في كومبست الفول البلدي الترمس دي كلها مخلفات نباتية بقولية خضراء أنا باستخدمها في إنتاج الكمبست بتاعي أو إنتاج طني الكمبست حسب الكميات اللي موجودة قدامكم على الشاشة ديت وهنستخدمها نيجي بعد كده كيفية زيادة القيمة السمادية لكمبست أنا حطيت الكميات ديت وهيحصل بقى التفاعل وهيحصل القمر الهوائي وهتبدأ الكائنات الحقيقة تشتغل أنا عايز أزود القيمة السمادية للكومبست بحيث أنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي أنا هضيفها للطربة والنبات يعني ايه الكلام ده يعني الكمبست اللي عندي يكون يحتوي على العناصر الغذائية الكبرى والعناصر الغذائية الصغرى اللي بيحتاجها النبات في مراحل نموه وطول فترة حياته لإعطاء محصول اقتصادي وناتج اقتصادي نشوف إزاي بنزود القيمة الاقتصادية قال يضاف مخلوط خامات طبعية 20 كيلو جرام صخر فوسفات قمزر للفوسفور يعني أنا بدأت ما أضيف صوبر فوسفات أنا كده هضيف صخر الفوسفات هاخد لكمة بتحتي 20 كيلو جرام صخر فوسفات كمصدر ايه للفوسفور 20 كيلو جرام فلصبار كمصدر للبتاسيوم ده صخر الفلصبار أنا هاخد منه 20 كيلو علشان أزود نسبة البتاسيوم عندي ايه في الكمبوس وخمسة كيلو جرام دولوميت ده كمصدر للكالسيوم والمغنيسيوم هاجيب صخر الدولوميت هاخد منه 5 كيلو هضيفه لكمة بتحتي علشان أوفر يكون مصدر ليه وتوفير لعنصر الكالسيوم والمغنيسيوم 5 كيلو جرام كبريت زراعي ويضاف في المراحل الأخيرة من عمر الكومة خليط من الكائنات الحية الدقيقة الخاصة بتزبيت نيتروجين الهواء الجوي زي العقادين الخاص بالمحاصيل البقولية اللي هي بتزرع في الأراضي ايه لأول مرة لكل محصول البقولي له العقادين اللي هو الخاص بي أنا ببدأ أضيف الكومة بتحتي مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتقوم بعملية ايه تحليل وتيسير العناصر الغذائية للنبات عندي فين في الأرض بعد كده أسس إنتاج الكمبوس أي حاجة لها أساس أي شيء هعمله عنده في المزرعة يكون أساس ولازم أن يكون أساس صح مبني على خطوات ايه هي أسس إنتاج الكمبوس رقم واحد الكمبوس يكون جاهزا للإستخدام خلال 8 إلى 12 أسبوع فقط مما يؤدي إلى إستغلال المساحة في إنتاج أكثر وخفض التكلفة يعني الكمبوس بتاعي يكون جاهز من 8 إلى 12 أسبوع يعني بياخد معايا من شهرين لتلات شهور وكومة تكون ايه بتاعتي جاهزة مما يؤدي إلى إستغلال المساحة في إنتاج أكثر وخفض التكلفة يعني أنا هسيب المخلفات عندي موجودة في مساحة كبيرة لا أنا جمحتها دلوقت وفرمتها خليتها في كومبوس خيرها وبقية المساحة أنا هستغلها في زراعة أي شيء لحين تمام إنتاج أكومبوس الأساس الثاني لا تنبعث منه روائح كريهة وذلك للتحكم في طريقة التحضير عن طريق زيادة التهوية وعدم السماح بأن تكون هناك ظروف لا هوائية داخل المكمورة يعني إحنا قلنا أن أكومبوس ده مخلفات زراعية سواء كانت نباتية وحيوانية مع بعضها بنخلطها مع بعض وبتم تحت ظروف القمر الهوائي ولكن إذا دخل تحت ظروف القمر اللاهوائي هتنتج عنها بعض الأعفان وبعض الروائح الكريهة اللي هتخلي ريحة المزرعة عندي والمنطقة غير مستحبة فبالتالي الأساس الثاني إن كومبوس بتاعي عنده تكون راحته مقبولة ولا تنبعث منه روائح كريهة وذلك عن طريق زيادة التهوية أنا بزود التهوية للكومبوس ازاي عن طريق عملية التقليب وهنتكلم عنها وهنشوف عملية التقليب بتتم ايه ازاي الأساس الثالث لا ينتج عنه أي ماء راشح يلوس الماء الأرضي أو تفقد معه العناصر الغذائية يعني الكومبوس اللي أنا عندي اللي أنا بعمله في المكمورة بتاعتي لما أكوم المكمورة وكل ما تجي فأرطبها بكمية مية تكون مناسبة ما يتزودش كمية المية اللي بيحصل معها رشح ويحصل ياخد العناصر الغذائية بتاعته وينزل في بطن الأرض فبالتالي الكومة عندي هتطلع عديمة العناصر الغذائية وكذلك الأمر الرشح اللي هو هيتم من الكومبوس ما يلوسليش مستوى الماء الأرضي في المنطقة اللي هو موجود ايه فيها فبالتالي الكومة بتاعتي لازم تكون في مكان كويس في آخر المزرعة ويكون حريص جدا في عملية الترطيب بحيث أن كمية الترطيب أو كمية المية اللي أنا بضيفها للكومة ساعة التقليب ما تكونش كتيرة علشان خاطر ما يحصلش فقد للعناصر ايه الغذائية وتلويس للماء الأرضي اللي موجود في المزرعة والضمان كفاءة عملية إنتاج الكومبوس يفضل وجود آلة خاصة للتقليب حيث أنها تقوم بالآتي أنا عايز أقلب كومة الكومبوس بتاعتي وأضمن الكفاءة كفاءة التقليب تكون عليه هيتم إزاي رقم واحد التقليب الجيد التقطيع والفرم تلاتة التهوية رقم أربعة إضافة الماء لتعويد الفاقد يعني إيه تقليب جيد يعني أنا دلوقتي مسكت الكومة بتاعتي فرمتها وخلطتها مع بعضها كل فترة يكون عندي آلة زي الكوريك وفي آلة معدل تقليب أبدأ أقلب الكومة بتاعتي التقليب جيد كل فترة علشان أضمن مزج جميع المكونات مع بعضها في الكومة بتاعتي التقطيع والفرم إن أنا أخلي التقطيع والفرم للمخلفات دي يكون صغير جدا وما يكونش بأحكي جامد كبيرة أو مثلا أنا عندي نواتك تقليم ما أخدش الفروع بالكامل أو حزم حطب بالكامل أجل حطتها إيه في الكومة بدون إيه فرم لازم أن يتم فرمها فرم جيد بحيث إنها أسهل على عملية العملية التحلل للبكتيريا إنها تقدر تشوف شغلها وتخمرها وإيه وينتج عندي كومبوس كويس عملية التهوية طبعا مهمة جدا ليه؟ لأن إحنا قلنا عملية الكومبوس أو إنتاج الكومبوس بتتم تحت قمر إيه؟ هوائي ولا سلا إيه؟ هوائي لازم أن الهواء يتغير ويتجدد إيه؟ كل شوية إضافة الماء لتعويض الفاقد زي إحنا ما قلنا من شوية إن أثناء التقليب للكومبوس أنا برطب كومة علشان أحافظ على نسبة الرطوبة فيها وما يكونش كمية الرطوبة أو الماء اللي أنا هضيفها تكون كبيرة علشان ما يحصلش رشح للمادة المواد الغذائية والعناصر الغذائية الموجودة في كومبوس أو ألوس مستوى إيه؟ أو ألوس الماء الأرضي اللي موجود عنديه في المزرعة بعد كده ده شكل العامل وهو بيقلب الكومة ماسك كوريك ويبدأ يقلب الكومة إيه؟ بتحتي علشان خاطر يعمل لها إيه؟ عملية تهوية ويوزع الهواء ويوزع إيه؟ عملية الترطيب إيه؟ خاص إيه بالكومة ودي صورة تانية برضو بنوضح لك شكل الكومة وشكل عملية إيه؟ التقليب الأدوات اللي بتستخدم زي ما احنا شايفين فيه ثلاث أنواع من الأدوات نوعين من كوريك والعملية النوع الثالث اللي هو ماسك والعامل في إيده اللي هي آلة تقليب إيه؟ الكومبوس يبقى احنا كده شفنا مع بعض شكل الكومة شفنا شكل الكومبوس شفنا إزاي بنقلب الكومبوس وعملية التقليب وإزاي بننتج طن إيه؟ كومبوس من المخلفات النباتية والعضوية الموجودة عندي إيه؟ في المزرعة وبإضافة إيه؟ المواد اللي تحسين إيه؟ خواص الكومبوس بتاعي بعد كده هنشوف مع بعض أهمية الكومبوس إيه هي أهمية الكومبوس إحنا اتفعنا أن الزراعة العضوية ما بيتمش استخدام أي نوع من أنواع الأسمدة المعدنية فيها نهائي ولا استخدام أي نوع من أنواع المبيدات سواء كانت مبيدات فطرية أو مبيدات حشرية أو مبيدات إيه؟ حشائش ولكن المسموح به اللي هو بعض ده أنواع مبيدات عضوية وليست إيه كيموية ده علشان أقدر أحصل على إيه؟ الزراعة العضوية النظيفة اللي بدون استخدام كيمويات أو مبيدات فجينا هنا في التسميد بتاعنا في التسميد العضوي أول شيء في أهمية الكمبوس عايزين نشوفه أهميته إيه للزراعة العضوية رقم واحد امداد المحاصيل المنزرعة بالعناصر السمادية الكبرى والصغرى امداد المحاصيل المنزرعة بالعناصر السمادية الكبرى والصغرى إيه هي العناصر السمادية الكبرى والصغرى اللي هو هي من الدهال الكمبوس للمحاصيل بتاعتي قلنا العناصر السمادية الكبرى هي العناصر التي يحتاجها النبات بكميات كبيرة لتكميلة فترة حياته واعطاء محصول اقتصادي ولكن العناصر الصغرى هي العناصر التي تحتاجها المحاصيل بكمية صغيرة لتكميلة فترة حياتها ولا يمكن الاستغناء عنها لإعطاء ناتج اقتصادي ومن أمثلة العناصر السمادية الكبرى اللي هي الـ NPK اللي هي النيتروجين والبوتاسيوم والفصفور ومن أمثلة العناصر السمادية الصغرى زي الحديد والمنجنيز والكوبالت والبرون والنحاس وباقي العناصر الحاجة التانية تحسين بناء الطربة وحفظ الرطوبة تحسين بناء الطربة وحفظ الرطوبة احنا قبل كده عرفنا ايه هو بناء الطربة اللي قلنا فيه ايه هو تجاور وتراصح وبيبات الطربة لتكوين الكطاع ايه الارضة وتكوين ايه التربة الزراعية بمعنى ان حبيبات الطربة بتتراص جنبه بعضيها وبتكون لي ايه الكتلة الطراب او كتلة الطين علشان تكونوا الطربة الزراعية ومثلنا المثال لذلك انك انت هتبن صورة او هتبن حيطة فبترص اولب الطوبة او الحجارة جنبه بعض علشان ايه تكون ببناء الحائط فكذلك الامر في بناء الطربة اللي هو نظام طراص وتجاور حبيبات ايه التربة الى جنبها ايه الى ايه جنب والتصاقها بفعل المادة الغروية او المادة العضوية الموجودة ايه في الطربة الكمبوس بيعملي تحسين لبناء الطربة انه بيزود للمادة العضوية اللي بتقوم بماسك الحبيبات ببعضها ليه لان الحبيبات عندي لو ما فيش مادة عضوية هتكون عندي الطربة مفككة وهتكون سهلة جدا وعرضة لعملية التصحر او عملية التعارية او التجوية بفعل الرياح وفعل مياه الامطار طبعا وحفظ الرطوبة ان الكمبوس طبعا هيحفظ لي الرطوبة ان هو هيزود لي المحتوى الرطوبي اللي موجود في الارض خصوصا لو انا هستخدمه في الاراضي الجديدة زي الاراضي الرملية الاراضي الرملية قدرتها الاحتفاظ بالماء قليل لكن انا لما استخدم الكمبوس فقدرتها على الاحتفاظ بالماء هتكون كبيرة وهيقدر النبات يستفاد باي كمية رطوبة موجودة عندي ايه في الطربة بعد كده تطهير الطربة عن طريق المضادات الحيوية الموجودة بسماد طبعا يعني ايه تطهير الطربة عن طريق المضادات الحيوية الموجودة ايه بسماد طبعا اثناء اعداد كومبوس احنا قلنا بنضيف سماد حيوي او بنضيف بعض الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتعمل على زيادة تزبيت النيتروجين وتحليل المادة ايه العضوية فبالتالي هي بتكون مضادة كمضادة حيوي لكائنات حية غير مرغوب فيها في الطربة زي ايه زي النماتودة ده كائن موجود في الطربة ده مضر بالنبات مضر بالمحاصيل بتاعتي اذا اتوجد فبيعمل لي خسارة كبيرة لو انا مقومتش ايه النماتودة عندي في الحقل باي طريقة من الطرق بتعمل لي تظاهر ايه للمحصول بتاعي فطبعا انا بعمل الكومبوس بيعمل لي تطهير للطربة عن طريق المضادات الحيوية الموجودة ايه بالسماد النقطة اللي بعد كده التخلص من المواد السامة الموجودة في الطربة يعني ايه مواد السامة يعني انا دلوقت ممكن اثناء استخدام الاسمدة المعدنية حصل تركيز لعنصر معين من الاسمدة فزود ايه السمية اصبح تركيزه العالي في الطربة عامل سمية لنبات عندي فبالتالي الكومبوس لما بضيفه لطربة بيعمل لي تخلص المادة السامة الموجودة ايه في الطربة عندي بعض المحاصيل بتترك اثر الجزورها بتترك اثر سيء في الطربة يعني ايه يعني انا زرحت محصول على سبيل المثال من المحاصيل دي من ضمن محاصيل الخضر محصول الكرومب محصول الكرومب ده الجزور بتاعته بتترك اثر سيء في الطربة يعني انا اجي ازرع المحصول بعد كده بيطلع ايه ضعيف لزيادة نسبة السمية اللي تراقتها ايه الجزور الكرومب اللي موجودة ايه في الطربة ولكن احنا هنا معانا في الكمبوست بنتخلص من المادة السامة الموجودة في الطربة دي عن طريق استخدام ايه الكمبوست بيخلص ايه بيتم تخلص من المادة السامة الموجودة في الطربة النقطة اللي بعد كده العوامل المؤثرة في إنتاج الكمبوست إيه هي العوامل اللي هتأثر عندي في إنتاج الكمبوست علشان أنتق طن الكمبوست لازم شفت الأسس بتاعته وعرفتها لكن إيه هو العامل بقى اللي هيساعدني في إنتاج الكمبوست أو هيأثر علي في إنتاج الكمبوست أول عامل رقم واحد تنوع المواد الدخلة في عملية القمر الهوائي وتباينها بحيث تحتوي على مخلفات محاصيل حقلية جفة يعني إيه تنوع إحنا لما عرفنا الكمبوست أن قلنا الكومب بنضف لها مخلفات نباتية مخلفات حيوانية قلنا مخلفات نباتية خضرة للمحاصيل إيه البقلية وبنضيف بعض أنواع الصخور زي الفلسبار زي الدولوميت علشان خاطر أحفز أو أزود كمية العناصر السمادية أو العناصر الغذائية اللي موجودة إيه في الكومبها بتحتي فرقم واحد تنوع المواد الدخلة في عملية القمر الهوائي وتباينها بحيث تحتوي على مخلفات محاصيل حقلية إيه جافة التنوع مهم جدا التنوع بيزود لكمية المادة الغذائية وكمية العناصر السمادية اللي هي موجودة فين؟ في كومة الكمبوست بتحتي رقم اتنين ضبط محتوى الرطوبة للمواد المكمورة من خمسين إلى ستين في المية والمحافظة على التهوية خلال فترة القمر الهوائي قلنا كل ما نيجي نقلب لازما أرطب ليه؟ لأنه بيحصل فقد لنسبة الرطوبة عن طريق عملية إيه؟ البخر الكومة عندي دلوقتي بيتم تحللها أو تخمرها في الظروف الهوائية يعني في الهواء الطالق فبالتالي الهواء هيزود عملية إيه؟ البخر لنسبة الرطوبة الموجودة فين؟ في كومة الكمبوست بتحتي فبالتالي أنا لازم أعوض كمية الرطوبة عن طريق الترطيب إيه؟ للكومة والمحافظة على التهوية خلال فترة القمر إيه؟ الهوائي لو أنا محافظتش على عملية التهوية هيحدث عندي في الحالة ديك كمر لاهوائي في حالة القمر اللي هوائي هينتج عندي مادة غير مرغوب فيها في اللون والرائحة وفي كمية المادة العضوية اللي هي إيه؟ المنتجة يعني أنا كده لو تم القمر عندي قمر لاهوائي فالكومة عندي بازت خسرت فأصبحت لا تصلح للإستخدام لا تصلح إيه؟ للإستخدام النقطة اللي بعد كده نشوفها مع بعض التحكم في حجم المكمورة بحيث لا يزيد العرض عن 3 متر والارتفاع عن 1.5 إلى 2 متر يعني أنا ما أعملش مكمورة كبيرة ماشي؟ وبعد كده أقول ليه الكومبوس عندي ما نفعش أو فسد عندي ليه؟ لأن لازم أتحكم في حكم المكمورة تكون يكون العرض بالحالة يزيد عن 3 متر والارتفاع من 1.5 إلى 2 متر عشان أقدر أستطيع تقليبها أستطيع تقليب المكمورة أقدر أرطبها أقدر أجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق أعملها عملية تقليب إيه؟ جيد حتى تتم عملية التهوية وتتم عملية التحلل الهوائي أو الكمر إيه؟ الهوائي بعد كده إجراء التقليب مرة كل أسبوع بالوسيلة الملأمة للكمية سواء كانت بالعمالة اليدوية أو التقليب الجرار أو اللوضر أنا دلوقتي عندي الكومة بتاعت عملتها وقلنا الحجم بتاعتها العرض بيكون 3 متر اللي ارتفاع من 1.5 إلى 2 متر دلوقتي لازم أن أقلبها كل أسبوع طيب أنا هقلب الكومة بتاعت لو كومة صغيرة هقلبها بالوسيلة الملأمة للكمية لو ممكن أستخدم بالعمالة اليدوية يعني هقلبها بالكريك أو بقال التقليب إيه؟ الكمبوست اللي احنا شفناها في الصورتين اللي فاتوا قبل إيه؟ النقطتين دول اللي احنا بنتكلم إيه؟ عليهم شفنا شكل الكريك وشفنا العامل وهو ماسك الكريك بيقلب إيه؟ الكومة ولكن لو أنا عندي الكومة كبيرة والوزن فيها تقيل بس أخدم الجرار أو أستخدم إيه؟ اللوضر الجرار يكون منضف لي اللي هي الآلة الجهاز الأمام اسمه كاشيك بالكاشيك أقدر أرفع الكومة بتاعتي وأقلبها أو اللي قدر كده كده فيه الكاشيك بتاعه ويحتوع على الكاشيك يتم تقلب الكومة بتاعتي مع الترطيب ليها الجيد والتهوية الجيدة النقطة اللي بعد كده معدلات استخدام الكمبوست لبعض محاصيل الحقل دلوقت احنا هنزرع بعض أنواع المحاصيل أنا راجل بتاع محاصيل الحقل هستخدم الكومبوست بتاعي لبعض المحاصيل أنا عامل دورة زراعية عندي في المزرعة عايز أعرف الكميات المسموح بيها للكومبوست في الزراعة العضوية اللي هضيفها للمحاصيل دي إيه هي المعدلات الموصي بها لإستخدام الكمبوست لمحاصيل الحقل رقم واحد الفول السوداني والعتس والأرز والفول بلدي والفول صوية والسمسم ودور الشمس معدل الاستخدام الكمية للفدان خمسة طن للفدان الفدان بياخد خمسة طن كومبوست طيب احنا لما نحول الخمسة طن كومبوست دول إلى حجم فاحنا قلنا أن الطن كومبوست من واحد ونص إلى اتنين متر مكعب سماد كومبوست يعني الخمسة طن دول هضربها في اتنين يعني دول هيساوي عشرة متر ايه مكعب الأمح والزرار رفيعة والقطن وبنجر السكر من سبعة لعشرة طن الأمح والزرار رفيعة والقطن وبنجر السكر من سبعة لعشرة ايه طن الزرار الشمية وسرجم وسرجم سواء كان سرجم حبوب أو سرجم علف وأصب السكر من اتناشر إلى خمستاشر طن طيب فيه هنا ملحوظة لازم ناخد بالنا منها ايه هي ان شايفين كمية التفاوت ما بين الفول السوداني والعس والرز والفول البلدي والفول الصوية وسيمس مدورة الشمس خمسة طن والزرار الشمية وأصب السكر خمستاشر طن ليه كمية التفاوت اللي هي حصلت ايه حسب نوع المحصول اولا الفول السوداني والعس والفول البلدي وفول الصوية ديات محاصيل بقلية كده كده الجزور عندها موجود عليها عقد بكترية بتقوم بتثبيت النيتروجين الجو في صورة ايه ازوت وجزور بتاعتها جزور ايه مش متعمقة ايه اوي اه تيجي للامح والزرار رفيعة والقطن وبنجر السكر دول بيستهلكوا كمية كبيرة من العناصر الغذائية علشان خطر المحتوى ايه اه الاقتصاد بتاعهم بيبقى ايه كبير الامح والزرار الرفيعة من المحاصيل المجهدة ايه للطربة فانا بالتالي علشان احافظ على خصوبة الطربة وما يحصلش لها تدهور في العناصر الغذائية لازم ازود ايه الكمية وخصوصا في بنجر السكر لان بنجر السكر الجزء الاقتصادي بتاعه بيتكون تحت سطحه الطربة في صورة ضرانات او جزور ايه كبيرة الزرار الشامية او صورجم العلف او صورجم الحبوب واصب السكر بياخدوا برضو كمية كبيرة لانهم يتبعوا العائلة النجلية والعائلة النجلية من المحاصيل المجهدة ايه للطربة اصب السكر محصول ايه معمر والصورجم العلف ممكن يكون ايه معمر معايا لو انا ايه هخليه في الارض اكتر ايه من مرة فبالتالي انا كده بزود الكمية علشان احافظ على ايه على خصوصوط الطربة عندي من التظاهر وما يحصلش استنزاف لعنصر غذائي معين ليه لان انا عند الامح وزورة الرفيعة والزورة الشامية وصورجم العلف واصب السكر من المحاصيل النجلية بيستهلكوا عنصر مهم جدا وهو عنصر الزنك والنحاس بيستهلكوهم بكمية كبيرة جدا فبالتالي لما اقعد ازرع بعدهم اي محصول فبلاي المحصول بعد يوم ايه لونه اصفر شاهب بتعبان محتاج اضافة ايه العناصر السمادية لتحسين ايه نموه النقطة اللي بعد كده فوائد مستخلص الكمبوست اللي هو شاي الكمبوست ايه هو مستخلص الكمبوست يطلق عليه شاي الكمبوست فوائد ايه وبستخدم المستخلص ده ازاي هجيبه ازاي ده هنعرفه مع بعض ايه دلوقتي رقم واحد الفوائد الخاصة بشاي الكمبوست يستخدم في تغذية النبات عن طريق الرش وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الضرورية اللازمة لنمو النباتات يستخدم في تغذية النبات عن طريق الرش وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الضرورية اللازمة لنمو النباتات يعني انا هضيفه ايه رش على النباتات رقم اتنين يستخدم لمقاومة الامراض الفطرية والبكترية حيث انه يحتوي على المضادات الحيوية واحنا نوهنا برضو للمرة التانية والتالتة ان المضادات الحيوية ديت هي الكائنات الحية الدقيقة اللي انا عما ضفتها لقومة الكمبوست بتاعي علشان تقوم بعملية تحليل الكمبوست وتيسير العناصر ايه السمادية واخدنا مثال ايه هم اللي ازوته بكتر والعقادي كيفية الحصول على مستخلص الكمبوست اللي هو شاي الكمبوست انا دلوقت الاسم دلوقت بقي معرف عندي شاي الكمبوست طيب انا في الصورة اللي فاتت والشكل اللي فات والتعريف اللي فات انا كان عندي كومبوست عبارة عن سماد عضوي مادة صلبة طيب احنا بنتكلم دلوقت على شاي ايه هو الشاي ده انا هستخدمه ازاي عرفنا الاستخدام بتاعه طيب انا هستخلصه ازاي نشوف مع بعض ازاي نستخلص الشاي شاي الكمبوست وازاي ايه نحصل عليه يتم نقع الكمبوست في الماء بمعدل 100 كيلو جرام كومبوست زائد 1000 لتر ماء 1000 لتر ماء كومبوست 1000 لتر ماء بضيف عليهم 100 كيلو جرام كومبوست وذلك لمدة 24 ساعة ثم الترشيح ويستخدم الراشح الرائق او الجزء اما جزء الصلب المتبقي فيضف الى التربة ايه الزراعية والتغذية ايه النباتات يتم تخفيف الراشح بنسبة واحد الى عشرين بمعنى ايه الكلام ده يعني انا اخدت 100 كيلو جرام كومبوست نقعتهم في 1000 لتر ايه ماء سبتهم 24 ساعة بعد كده هاخد كمية الماء دي طبعا خلال 24 ساعة بجري لها عملية التقليب واستخدم الرائق منها الرائق ده هصفي الماء بتحتي هاخد الرائق هستخدمه اضافة اضافة للنبات عن طريق الراشح اروش ايه عن النبات اما الجزء الصلب اللي تبقى عندي فهاضيفه ايه للطربة طيب هل انا هاضيف الرائق مباشر على النبات قالك لا شيء كومبوست علشان استخدمه كويس واقدر يكون ليه تأثير فعال وتأثير جيد وليس تأثير سلبي لازم يتم تخفيفه بنسبة واحد الى عشرين يعني ايه واحد الى عشرين يعني انا لو هستخدم اضافته راشا باستخدام الرشاشة الزهرية اللي ها ساعة عشرين لتر بحط لها لتر كومبوست لتر كومبوست وتصحد وعشرين لتر ايه مية لو انا هستخدم اه مطور كبير بشوف النسبة على سبيل المثال هستخدم مطور ساعته اه كده اما في حالة مقاومة الامراض الفطرية والبكترية فانه يستخدم بمعدل تخفيف واحد الى مية يعني لو انا هستخدمه في مقاومة الامراض يعني عبارة عن مبيد حيوي او مبيد عضوي احنا هنا تكلمنا عن المبيدات احنا كده شيء كومبوستي هنا اللي هو كومبوستي انا هستخدمه عبارة عن مبيد عضوي يعني ايه مبيد عضوي يعني هيقاوم الامراض الفطرية او البكترية اللي هي موجودة ايه على النبات علشان خاطر ما يحصل ليش ايه اصابة بيتم تخفيفه بنسبة واحد الى مية يعني ايه لتر شاي كومبوست الى 100 لتر مية يعني انا عندي المطور الكبير اللي موجود اللي هو الساعة 300 لتر هياخد 300 لتر مية هضيف له 3 لتر شاي كومبوست او مطور اكبر زي الاتوميزر اللي بياخد 600 لتر انا هضيف له 600 لتر مع 6 لتر شاي كومبوست واستخدمه رشا على النباتات ده في حالة استخدامه كمبيد عضوي كمبيد ايه عضوي النقطة اللي بعد كده ما يراع عند استخدام شاي كومبوست ايه اللي انا هرعيه لما اجي استخدم شاي كومبوست او الحاجة اللي انا لازم اكون صحي لها او اكون واعي لها وانا بستخدم شاي كومبوست لا اول مرة او استخدامه كمبيد او استخدامه ايه كعنصر سمادي رقم واحد يستخدم شاي الكمبوست خلال مراحل النمو الأولى للحصول على نباتات قوية ولها قدرة على المقاومة يعني في المراحل العمرية الأولى بعد تكوين البادرة يعني من 20 إلى 35 يوم في المراحل العمرية الأولى يتم استخدام شاي الكمبوست أضيفه رشا على النباتات أو على المحاصيل عندي في الحقل ليه؟ علشان أزود مناعة النبات لمقاومة الأمراض وأحصل على نباتات قوية لها القدرة على المقاومة سواء كانت مقاومة أمراض أو مقاومة السرس حاصل عن طريق العطش أو الرطوبة الجوية أو ارتفاع لدرجات الحرارة يبقى احنا كده في أول نقطة يستخدم في مراحل النمو الأولى ما يرعى رقم اتنين يستخدم فور الاستخلاص للحصول على نتائج جيدة وعدم تخزينه أو تعرضه للحرارة أو الشمس يعني أنا دلوقت عندي فدان على سبيل المثال فدان فول بلدي أو فدان زراية شمية هيتم استخدام شايو كومبوس بعد ما يتم عملية النقع والترشيح لازم تكون الكمية من الضروري تكون الكمية هي الكمية المناسبة اللي عملت لها عملية ايه؟ ترشيح أو عملية ايه؟ رشحة علشان خاطر استخدمها علشان ما يفضلش عندي كمية ايه؟ زايد عن الحجم مش هينفع التخزين ايه لها فبس أخدم أنا شايو كومبوس فور الاستخلاص مباشرة هيديني نتيجة فعالة ونتيجة ايه جيدة ولكن إذا تم تعرضه للشمس أو درجات الحرارة أو خزنته فبيفقد القيمة الغذائية بتاعته وبيفقد القيمة الحيوية أو العضوية ايه بتاعته فرشه في الحالة دي مش هيكون لي ايه اي ضرورة او اي لازمة مش هيفيدني ايه باي شي فلازم الشايو كومبوس اللي أنا هستخدمه لازم يتم استخدامه فور الاستخلاص ولا يتم ايه تخزينه النقطة اللي بعد كده المواد العضوية الاخرى المسموح باستخدامها في الزراعة ايه العضوية أنا دلوقت محتاج عندي في الاراضي الجديدة اضيف العناصر السمادية بكمية ايه كبيرة العناصر السمادية ديك ممكن ما تتوفرش بالكامل في السماد العضوي على سبيل المثال اللي هو الكمبوس فانا عندي عناصر سمادية كبرى وعناصر سمادية صغرى فازاي انا اقدر اعوض الكمية دي بحيث ان الكمية دي تكون مسموح ايه باستخدامها في الزراعة ايه العضوية او الشي اللي انا هستخدمه ده مصرح بي رقم واحد مصحوق اللحم ومصحوق الاعشاب البحرية وبقايا تصنيع النباتات مثل بقايا عصر البذور لاستخلاص ايه الزيت يعني مصحوق اللحم اللي هو من مخالفات المجازر مصحوق الاعشاب البحرية وبقايا تصنيع النباتات مثل بقايا عصر ايه البذور زي ايه عصر بذور بذرة القطنة وعصر سمار الزيتون للحصول ايه على الزيت او عصر سمار او بذور دوار الشمس للحصول على الزيت وكل ديت مخالفات انا بستخدمها علشان ازود ايه كمية العناصر ايه الغذائية ايه كمان قال رماد الاخشاب الغير معامل لكلف الاشجار بعد قمرها وتخميرها ونشارة الخشب الغير معاملة رماد الاخشاب الغير معامل يعني ايه الغير معامل يعني انا ما دخلتش عليه او سخدمت للخشب ده بعض المواد المعدنية ما دخلش لها بعض المواد ده المعدنية ليه لان انا هضيف الرماد ده في حالة اضافته للزراعة العضوية النباتة يمتصوا ليه لانها تظهر عندي العناصر المعدنية الغير مسموح بيها في نتيجة التحليل عندي وبالتالي انا باخد كلف الاشجار وقمره وقمره زي الكومبوس واستخدمه ماشي كايه كأضافة للسمال النقطة اللي بعد كده ريش الدواجن المهضوم وسبلة الدواجن وبقايا مزارع عيش الغراب وبقايا الخضروات بعد قمرها وتخميرها ريش الدواجن المهضوم لازم الريش يتعملوا عملية فارم وعملية هض عن طريق التحلل علشان خاطر عضيفه للارض في صورة سماد وسبلة الدواجن طبعا كلنا عارفين ايه هي سبلة الدواجن دي هي فرشة العنبر اللي هي اللي بتكون تحت موجودة في ارضية العنابر سواء كانت عنابر تسمين او عنابر بيض او عنابر ايه كتكوت صغير وبقايا مزارع عيش الغراب ايه هي مزارع عيش الغراب دي مزارع بيتم فيها استخدام اش الرز في اماكن مزللة علشان انتج المشرم او عيش الغراب بعد ما يتم حصاد عيش الغراب طبعا كمية اش الرز دي مش هينفع او هتكون غير صالحة لانتاج المحصول ده تاني فانا باخدها استخدمها ايه في كاسمات عندي في المزرعة بقاء الخضروات بعد قمرها وتخميرها لازم ان اعملها عملية قمر وتخمير علشان يتم تحليلها في صورة العناصر الغذائية وتيسير كمية العناصر الغذائية او سمادية يقدر نبات يستخلصها بسهولة ويمتصها ويديني محصول ايه اقتصادي النقطة اللي بعد كده الدم المجفف ومصحوق ايه العظام ومصحوق القرون يعني ايه الدم المجفف انا في المجازر باخد كمية الدم دية المجفف بيتم تكففها وتعاكمها واستخدامها كسماد في المزارع بتاعتي ومصحوق العظام ان انا باخد العظام اللي هي بعد عملية التشفية للدبيحة باخد العظام بيتم فرمها وتكسيرها وجعلها في صورة مسحوق وضفتها للطربة والسماد العضو بيحسن لي من خواص الطربة ومصحوق القرون اللي هي قرون الحيوانات والحوافر ايه بتاعتها بدل ما تترمي وتخلص منها عن طريق استخدامها كسماد عضو او تحسين القيمة السمادية الموجودة في الارض للسماد العضو النقطة اللي بعد كده اهم الاملاح الكيموية المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية طبعا في تعريف الزراعة العضوية قلنا ان هي الزراعة اللي بتتم بعدم استخدام اي نوع من انواع الكيمويات سواء كانت هذه الكيمويات مبيدات مبيدات فطرية او مبيدات حشرية او مبيدات حشائش او اضافة كيموي في صورة نطرات او يوريا او صوبر فوسفات او سلفات بتاسيم والعناصر دي طيب انا في حاجة اسمها الاملاح كيموية مسموح بها ومرخصة وجميع الدول اللي بتاخد الزراعة العضوية عاطية بها شهادة ومصرح باستخدامها في الزراعة العضوية نشوف ايه هي الاملاح دي مع بعض رقم واحد كبريتات البوتاسيوم الطبعية كبريتات البوتاسيوم الطبعية تستخدم لانبات النبات بعنصر البوتاسيوم وتضاف الى الكمبوست بمعدل خمسة الى سبعة كيلو جرام لكل متر مكعب وتترك من ثلاثة الى أربع أسابيع قبل اضافتها للأرض اثناء ايه الخدمة يعني انا عندي كومة الكمبوست بتحتي هضيف لها كبريتات البوتاسيوم بمعدل خمسة الى سبعة كيلو لكل متر ايه مكعب واسيبها من ثلاثة الى أربع ايه أسابيع ليه علشان خاطر يحصل لها ايه تحلل ويحصل لها تفاعل مع المواد ايه السمادية الموجودة وتتيسر ويقدر النبات يستخدم اه يستفاد ايه بيها ويتم وتترك من ثلاثة الى أربع أسابيع قبل اضافتها للأرض أثناء ايه الخدمة يعني ايه أثناء الخدمة يعني انا أثناء خدمة الأرض وإعدادها للزراعة قبل الزراعة لازم تجرع عملية الحرس والتسوية والتخطيط فأثناء عملية الحرس ممكن أضيف السماد البلدي والكمبوست فهنا هي المرحلة اللي أنا بضيف فيها دي هي دي المرحلة أثناء خدمة ايه الأرض رقم اتنين الصخر الفوسفاتي الصخر ايه الفوسفاتي من اسمه صخر فوسفاتي هل استخدمه يعني انا كده هوفر عنصر ايه الفوسفور يستخدم لإمداد النبات بعنصر الفوسفور وهو مركب فوسفاتي ثلاثي صعب بالزوابان في الماء وخاصة في ظروف الأراضي القالوية لذلك يفضل وضعه في الكمبوست بمعدل 5 كيلو جرام لكل متر مكعب ويطرق أربع أسابيع قبل إضافته للأرض أثناء ايه الخدمة يعني الصخر الفوسفاتي زي ايه العنصر اللي قبل كده اللي هي كابريتات البوتاسيوم اللي أنا باستخدمها ان أنا باضيفها اللي كومبوستي بتاعتي من قبل الاستخدام بحوالي أربع أسابيع بمعدل من 5 كيلو جرام بمعدل 5 كيلو جرام لكل متر ايه مكعب لازم نشوف ايه احنا حاجة هنا مهمة هنا قال لك ايه هو مركب وصفاتي ثلاثي صعب الزوابان في المية صعب الزوابان في المية فأنا لازم اضافته تكون أثناء خدمة الأرض ليه؟ لأن كل ريا يبدأ يتحل للعنصر اللي أقل من ثلاثي لثنائي من ثنائي الأولي حتى يستطيع العنصر النبات اللي استفادة ايه منه أنا ممكن اروح اجيب صوبر فوسفات بلاقي شكارة صوبر فوسفات مكتوب عليها ايه صوبر فوسفات الكالسيوم أحادي وفيه سلاسي اللي هو التريبل بيسمى التريبل فالنبات بيستفاد من الأحادي ولا التريبل بسرعة بيستفاد ايه من الأحادي لأن الأحادي بيكون ميسر ولكن التريبل لازم أن لابد من وجوده في الأرض فترة طويلة والرأي عليه أكثر من مرة لتحلله وتحوله من التريبل لسنائي ايه لأحادي حتى يستطيع النبات ايه الاستفادة منه العنصر اللي بعد كده كابريتات الماغنيسيوم كابريتات الماغنيسيوم ويمكن اضافة كابريتات الماغنيسيوم أيضا مع الكمبوس قبل اضافته ايه للأرض أو قد يضاف بعد ايه الزراعة يعني أنا عندي هنا صخر الفصفور وكابريتات البوتاسيوم ان هنا ممكن استخدمها قبل الزراعة وممكن استخدمها ايه بعد الزراعة هنا الكابريتات الماغنيسيوم بتقوم بتوفير او تيسير عنصر الماغنيسيوم عندي في الأرض في الزراعة ايه العضوية العنصر اللي بعد كده كابريتات الكالسيوم اللي هو الجبس اللي احنا بنسميه بالبلدي الجبس الزراعي زمان كانت الجامعيات الزراعية بتقوم عمل بتجيب الجبس الزراعي وتوزعه على الحقول على المشايات في صورة اكوام كان الفلاح يروح ياخد الكريتة بتاعته او ياخد المواجد بتاعته سواء كان بيحمل على جمل او على احمر ويبدأ تحمل الجبس الزراعي واضافته ايه للارض اثناء الاعداد مع السبخ ده بيحسن خواص ايه الطربة وبيكون مصدر هام ايه لعنصر الكالسيوم ويستخدم كمحسن طربة في الاراضي سيئة الصرف وذلك لتحسين خواص ايه الطربة ايش معنى سيئة الصرف انا لما بضيف الجبس الزراعي بيقوم بعملية انه بيسحب عنصر الصوديوم بيحصل تبادل للعناصر ان الكالسيوم بيخش مكان الصوديوم وبيعمل لي عملية طرد للصوديوم ويبدأ اصرف المية بتاعته دي فعنصر الصوديوم بيتم صرفه ايه مع مية الصرف فبالتالي بيحسن خواص ايه الطربة عندي ولابد النقطة دي مهمة جدا لابد من موافق جهات التفتيش المختصة على استخدام هذه الاملح ليه انا عندي مزارع بتنتج المحاصيل العضوية او الخضرات العضوية او الزراعة العضوية معظمها للتصدير كل المزارع دي خضعة للتفتيش والشهادات الدولية على سبيل المثال مثل شهادة ايه الجاب فالجاب بيبعت مفتشين يفتش عليك في المزرعة طب بيفتش ازاي في المزرعة بيفتش انه هو بيشوف الدفاتر بتاعتك وتسجيلات عمليات الخدمة للارض من عملية ري تسمية او مقاومة ويشوفك انت استخدمت بيشوفك انت استخدمت ايه من المواد السمادية الغير مصرح بيها في الحالة اننا استخدم الحاجات المعدنية اللي احنا ذكرناها الاربع انواع لابد من ايه موافقة الجهة المختصة على ايه على استخدام هذه الاملاح وهذه العناصر نيجي بعد كده العناصر الصغرى وكيفية توفيرها للنبات تحت ظروف الزراعة العضوية احنا اتفقنا في التعريف ان العناصر الكبرى هي العناصر التي يحتاجها النبات لتكميل فترة حياته واعطاقه محصول اقتصادي بكميات ايه كبيرة العناصر الصغرى هي العناصر التي يحتاجها النبات بكميات صغيرة صغيرة ولابد من توافرها يعني ما يقدرش يستغن ايه عنها لأعطاقه محصول اقتصادي هنشوف العناصر الصغرى ديت ايه هي العناصر الصغرى عبارة عن مجموعة من عناصر التي يحتاجها النبات بكميات صغيرة جدا ولكنها تلعب دور حيوي في النبات ولا يمكن للنبات او اي نبات ان يعطي محصول نموذجي بدون توفير هذه ايه العناصر يعني لابد من توفير العناصر الصغرى مش انها صغرى انها ملهاش لازمة لا ده مهم جدا 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 علشان اقدر احصل على محصول ايه نموذجي العناصر الصغرى ايه هي الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس وبعض العناصر الاخرى غالبا ما يمتصها النبات من الارض او تعطى بكمية صغيرة جدا جدا وتكون مضافة او مختلطة مع العناصر الصغرى والصابق ذكرها وهي البرون والمولبوديم والكوبالت العناصر الصغرى ده مهمة جدا على سبيل المثال في محصول الامح لو استخدمت البرون والنحاس راش للامح بيزود عندي كمية المحصول انا لما استخدم البرون من العناصر المهمة جدا في عملية التلقيح والاخصاب وزيادة عدد البذور داخل السبق اللي بتاعتي او داخل ايه الصمرة فبالتالي احنا كده اتكلمنا عن التسميد العضوي وتكلمنا عن الكمبوست وعرفنا ازاي بننتج الكمبوست وبنعمل الكومة وانتجنا طن الكمبوست بكميات المخلفات اللي بيستخدمها بالنسب ايه بتاعتها بتساوي قد ايه وتكلمنا عن العناصر والاملاح المعدنية المسموح بيها واللي بتحتاج موافقة لجهات التشفتيش اللي انا بستخدمها في الزراعة العضوية وتكلمنا كده عن العناصر الصغرى اللي هي لابد من استخدامها والنبات لا يمكن الاستخدامها عنها لإعطاء محصول ايه ناموزاجي وبكده بنكون مع حضراتكم وصلنا لنهاية حلائتنا النهاردة ونتمنى من الله ان احنا نكون وفينا قدر من المعلومات اللي هي تفيدكم في حياتكم العملية والمستقبلية ان شاء الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع ولاعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا